استمراراً نحن بنحاول نغطي كل صغيرة وكبيرة على مدار اليوم ومتوجد معنا حالياً على الهواء مباشرةً من الكاميرون وقبل ساعات من انطلاقة مباراة منتخبنا الوطني المصري أمام ناجيريا الزميل عزيز حسن غنيمة اللي أكيد عنده كل الحصريات كل الأخبار الخاصة بمنتخبنا الوطني المصري وتفاصيل الساعات القليلة القادمة بإذن الله حسن بصبح عليك أنا وفرح وأكيد يعني هسيبك بقى تتكلم عندك تفاصيل كتير جداً والأهم من التفاصيل الصغيرة كمان وأجواء الساعات القليلة القادمة صباح الخير يا غانم صباح الخير يا فرح صباح الخير على كل مشاهدي On Time Sports في كل مكان يمكن زي ما أنت قلت يا غانم مش بنسيب أي كبيرة وصغيرة وإحنا النهاردة كاميراة On Time Sports موجودة حصرياً في مدينة جروة الكاميرونية عشان نتابع معاكم أجواء وكواليس منتخبنا الوطني في مستهل مشواره النهاردة أمام المنتخب النيجيري في بطولة الأمم الأفريقية عشرين اتنين وعشرين يعني النهاردة يا غانم يعني في حالة ارتياح كده داخل معسكر منتخبنا الوطني والثقة كبيرة جداً الحقيقة وتفاؤل داخل المعسكر أننا قادرين على انتزاع التلات نقاط النهاردة تلات نقاط بالتأكيد هتكون عنيدة أمام منتخب عنيد بحجم المنتخب النيجيري لكن خليني أقولك يا غانم أنه يعني الجمهوري النيجيرية بقالها تمانية واربعين ساعة بتزحف بكسافة كبيرة جداً لمدينة جروة الكاميرونية نتيجة لقرب المسافة ما بين الكاميرون ونيجيريا 100 كم فقط أي مواطن يقدر أن يكون موجود في ظرف ساعتين داخل ملعب روميدي أجيا اللي يستضيف مباراة النهاردة بعربيته في خلال ساعتين وبالتالي النهاردة هيكون فيه طيارة دريم لاينر ودي من الطيرات الكبيرة الكويسة من مصر للطيران إن شاء الله توصل بتلتمية مشجع مصري بسلامة الله إلى مطار جروة النهاردة يعني الساعة حوالي 2.5 بتوقيت جروة يعني قبل المباراة بحوالي 3 ساعات المباراة النهاردة بالتأكيد هتكون في تمام الساعة 6 مساء الجمهور بالتأكيد التلتمية اللي هيجوا من مصر هيفرقوا كتير وهيكون فيه يعني توازن في المدرجات ما بين الجماهير المصرية والنيجيرية لكن غانم خلينا أقولك إنه النهاردة برضو في بعض التعليمات مهمة جدا بنقولها الجمهورنا اللي جاي في الطريق في تحليل بي سي آر هيتم عمله في مطار جروة قبل التوجه إلى ملعب المباراة كمان يعني خلاص المكان بتاع الجمهور المصري أصبح محدد داخل ملعب روميدي أجيا وبالتالي هتكون بالتأكيد مباراة قوية جدا كمان يا غانم بقى حالة ارتياح جوه المعسكر بعد ثبوت سلبية جميع اللاعبين من فيروس كورونا كان طبعا الكل حاطت إيده على قلبه إنه يغيب أحد اللاعبين الأساسيين غانم خلينا أقولك النهاردة التشكيل المتوقع بنسبة 99.5% اللي هيبدأ بيكي روش المباراة النهاردة محمد الشناوي لحراسة المرمى رباعي خط الظهر أحمد فتوح ناحية الشمال اتنين قلبي دفاع أجازي والونش ناحية اليمين هيكون أكرم توفيق في منطقة وسط الملعب هيلعب بالسلاسي حمدي فتحي ومحمد النني والأقرب إنه اللي يشغل المركز الثالث في نص الملعب مركز تمانية هيكون تريزيجي وخاصة إنه تريزيجي بيتقلق خلال كذا تدريب اللي فاته ورجع من الإصابة بشكل كبير ربنا يحفظه ويكون ورقة ربح علينا في هذه البطولة الخط الهجومي هيكون محمد صلاح ناحية اليمين في نص خط الهجوم هيكون مصطفى محمد ناحية الشمال هيكون عمر مرموش حتى واضح إنه يعني كيروش هيعتمد على عمر مرموش وتريزيجي ناحية الشمال عشان يعمل جبهة هجومية قوية ويستغل بعض الغيابات في خط الدفاع النيجيري خلينا أقول لك كمان يا غانم يعني التذاكر بتاعة المباراة تم طباعتها متأخر جدا في ساعات متأخرة مبارح من الليل نتيجة لإنه انتشر بشكل كبير جدا التذاكر المضروبة والتذاكر المزورة في شوارع جروة وبالتالي كيف فضل إنه يأخر شوية طباعة التذاكر كمان خليني أقول لك إنه كيروش داخل فندق الإقامة مبارح طول يعني بعد ما رجعوا من التمرين لإنه طبعا الصبح كان فيه مؤتمر صحفي لكيروش ومحمد صلاح وكيروش يعني هرب من كل أسئلة الإعلامين والإعلام الإفريقي اللي حاولوا أنه يعرف ملامح تشكيل منتخبنا الوطني وبصراحة كيروش من المدربين اللي بيعرف يرد كويس جدا على الإعلام العالمي ما دلهمش أي معلومة خالص بخصوص التشكيل بالتأكيد كيروش تعلب كبير ونتمنى نشوفه النهاردة إن شاء الله تعلب داخل الملعب كمان كان فيه بقى يعني مفاجآت خلال التدريبات الحقيقة مبارح وأول مبارح في معسكر منتخبنا الوطني المفاجآت هي إنه فيه تقلق لعبين يعني بعيد عن العين شوية مش متوقعين إن هم يبدأوا المباريات كأساسيين مروان داود محمد عبد المنعم محمود جاد محمد صبحي اللعيبة بتقدم مستويات رفيعة المستوى الحقيقة داخل التدريبات وبيقدموا مستوى قوي جدا وده اللي خلك يروش عنده حيرة من قطر اللعيبة الجاهزين بسم الله ما شاء الله ربنا يكملنا كده لحد آخر البطولة وإحنا لو كسبنا النهاردة وكسبنا المباراة الجاية وارد جدا نشوف وجوه جديدة في مباراة السودان لكن طبعا إحنا غرضنا صدارة المجموعة عشان كده كيروش ما بيهزرش وخاصة إنه مدينة جروة الكاميرونية خلاص مصر ليها شعبية كبيرة جدا وكل المواطنين الكاميرونيين الحقيقة بيعتبروا مصر بلدهم التاني عشان كده لنا الأفضلية نحن لو طرعنا أول مجموعة نرجع تاني هنا في جروة اللي بالرغم من بساطة إنكانياتها لكن شعبها جميل وطيب بالتأكيد كمان الحقيقة الأمن الكاميروني الحقيقة يعني بيبزل مجهود قوي جدا خلال هذه البطولة في تأمين جميع الجاليات اللي بتحضر هنا إلى أرض الكاميرون يعني احنا حتى البلد هنا بالليل شوية بتضلم بعد الساعة 6 أول ما الليل بينزل ما بيكونش فيه حركة قوي في الشوارع وبالتالي لو احنا كأجانب بنخرج من الفندوق لازم بيكون مصاحب معنا الأمن الكاميروني بنشكرهم أكيد عبر شاشة On Time Sports كمان بقى خلينا نكلمك النهاردة على أجواء المباراة وملعب روميدي أجيا هنا في مدينة جروة الكاميرونية هذا الملعب اللي تم إنشاءه عام 1978 وكان آخر تطوير ليه كان 2018 علشان يستعد لبطولة الأمم الأفريقية بتصميم برتغالي وبتكلفة 150 مليون دولار يعني بالتأكيد ده ملعب النهاردة يعني يقدر أنه يحمل 30 ألف مشجع من الملعب الجيدة وبنتمن الجمهور المصري أن أرضية الملعب يعني مش أسوأ حاجة مش بسوء الملعب الأفريقية جيدة جدا إن شاء الله ربنا يحمي لعبتنا من الإصابات يمكن يا غانم دي كانت معظم الأجواء والكواليس النهاردة من مدينة جروة الكاميرونية وإن شاء الله نكون موجودين مع بعض بكرة وإحنا فرحانين بأول 3 نقاط للمنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية 2022 بالتأكيد العودة لك يا غانم العودة لك يا فرح صباح الفل صباحك زي الفل يا حسن وشكرا جزيلا على كل التفاصيل يعني أوفيت وكفيت بصراحة ديتنا كل التفاصيل الخاصة بالبطولة ومباراة اليوم وكل الأجواء اللي ممكن الناس تكونك تعايزة تعرفها الدنيا عندكم بتقول إيه التفاصيل واضح جدا كمان إن انت لابس يعني لبس خفيف فأعتقد إنه درجة الحرارة زي ما انت كنت أعلنت من يومين 35 درجة فأعتقد إن كل الأمور على ما يرام الحمد لله كل التفاصيل الخاصة بالملعب والاستعدادات الحمد لله وكمان أداء اللعيبة اللي كنت لسه بتشيد بيهم اللي حتى بره الصندوق أو بره كمان الفكر اللي ممكن الواحد يفكر فيه منه هم ممكن يشاركوا بشكل أساسي مع المنتخب المصري تحياتنا لك الزميل العزيز حسن غنيمة المتواجد من الكاميرون مع منتخبنا المصري كل التوفيق ليهم النهاردة إن شاء الله أمام منتخب نايجيريا مشاهدينا نستكلم